موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين أما بعدها في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما لتلاميذه ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قال قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب أي رجع من بعد صلاة العشاء إليها فوضع رداءه خلع الرداء الذي عليه وخلعن عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إيزاره على فراشه فاتجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلم يلبس إلا ريسم قدر ما ظن أني قد رقدته وهي لم ترقد بعده ولم تنم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى فهو ظن أن عائشة نائمة وعائشة لم تكن نائمة فأخذ رداءه رويدا دون ضجة سحب الرداء وانتعل رويدا لبسا عليه بدون إزعاج وفتح الباب فخرج صلى الله عليه وسلم ثم أجافه رويدا أي أغلقه دون أن يحدث ضجة وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في خفية لألا يوقظها ويخرج عنها فربما لاحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل قالت عائشة رضي الله عنها فغرت عليه تغار على زوجها غارت عائشة لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم له زوجات أخرى قالت عائشة رضي الله عنها فجعلت درعي في رأسي أي لبست ثوبها واختمرت وتقنعت إزارها وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن تقول عائشة ثم انطلقت على إثره أي تبعته عن قرب أي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت بأبي هو وأمي كأنها تقول نفسي في ذاك يا رسول الله روحي في ذاك يا رسول الله حتى جاء الوقيح مقبرة المسلمين بالمدينة المنورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام وهي تراقبه رضي الله تعالى عنها ثم رفع يديه ثلاث مروات ثم انحرفه يريد أن يرجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فانحرفت فأسرع يعني في المشي فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت والإحضار العدو أي زاد في الإسراع فازددت أنا فيه يعني زاد النبي صلى الله عليه وسلم في المشي والإسراع فزادت هي في السرعة تريد أن تصل إلى البيت قبله ووصلت قبله إلى البيت تقول عائشة رضي الله عنها فسبقته فدخلت فليس إلا أن اتجعت يعني تناومت وتغطت في رحافها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا عائش حشيا أي مرتفعة النفس متواترته كما يحصل للمسرع في المشي رابية أي مرتفعة البطن فقلت لا شيء قال لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد أي الشخص الذي رأيت أمامي قلت نعم قال يا عائشة أغرتي فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك قال أظن أنت أن يحيف الله عليك ورسوله أي الله لا يظلم ولا يأذن لي أن أظلم أي بأن يدخل الوسول صلى الله عليه وسلم في نوبتك على غيرك فقلت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك فقلت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم بدليل ما روى الإمام المسلم من حديث سفيانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وقل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة قال إن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت أي حين رأيتني ألبس ملابسي وأخرج فناداني فأجبته ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أنك قد رقدت فكرهت وأنقذك فأخفيته منك يعني سررا تكلمت مع جبريل عليه السلام وخشيت أن تستوحشي لو استيقظتي وبقيت وحدك فقال لي إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم أي الموتى المتفونون في البقيع فقلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم نلاحقون أي تحييهم بهذه التحية إذا مررنا بالقبور وفي الختام نذكر أنه ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ماذا يحدث له يقول عليه الصلاة والسلام كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة كما ورد عن الطبراني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ترجمة نانسي قنقر